السلام عليكم ازايكم? مرحب بكم مصدقائي المتابعين سؤال جديد من احد الحالات بتقول لنا هي مركبة التقويم ومش بتشعر باي قلم هل ده طبيعي ولا كده في مشكلة? قبل ما نروح للتفاصيل مع بعض يلا بصرحة نعمل لايك للفيديو يلا بصرحة نعمل لايك يهميني جدا ندعمكم عشان نستمر ونقدم محتوى افضل ومتنسوش تكتبو لي رأيكم في التعليقات نرجع مع بعضا نتكلم عن موضوع القلم هو في الاول يا فندم مين قال ان احنا لازم نشعر بألم? هو في بعض الحالات فعلا في اول يومين بعد التقويم بتشعر بألم او اول تلات ايام وماكسما ممكن يوصل لحد اسبوع وده بعض الناس بس اللي بيكون عندهم سينستيفيتي عالية وبيكون البينث ريشولد عندهم مختلف عن باقي الحالات ازا في البداية بعض الحالات بس هي اللي بتشعر بالموضوع ده دي اول نقطة النقطة التانية وهل ده ممكن يتكرر في جلسات التقويم الطبيعي? لا طب ليها فندم بعض الحالات بتشتكي ان هي بتشعر بألم? حاجة من اتنين الحاجة الاولى ان ممكن يكون الدكتور نفسه كان غير متخصص غير محترف فبيعمل اوة جمدة منه على الاسنان ظنا ان كده السنان هتتحرك اسرع ودي مشكلة كبيرة جدا المشكلة التانية ان الحالة نفسها تعمل اوة جمدة على اسنانها تكون بتلعب رياضة عنيفة تكون بتتناول الوجبات والقوة اللي بتتعرض لها الاسنان تكون اعلى من المعدل اللي المفروض يحصل اثناء التقويم ومن هنا ممكن يحصل قلم فده امر غريب جدا وغير مقبول ولازم التعامل معي نقطة اللي بعدها اللي احنا عايزين نشرحها هل ده معنايا دكتور? اننا المفروض مشعورش باي حاجة اثناء التقويم الاجابة? لا برضو ركز معي المفروض يا فندم ان بعد جلسة التقويم في كل مرة طبعا لو خدتك عملتها عند دكتور بروفيشنال والامور ماشية معاك على افضل ما يكون الطبيعي جدا ان بعد كل جلسة عندك اول يومين بعد التقويم بتحس بشد شوية في الاسنان بتحس ان في حاجة ضغطة عليك شوية او بتشد شوية ده امر طبيعي ومقبول ومفهوم جدا جدا ومتوقع كمان فدي مفيش منها اي مشكلة طيب يا طرى ده ليه بيكون اول يومين او اول تلاتة يام? لان هي دي الفترة اللي بتكون لسه الانسجة المحيطة بالاسنان بتتقبل القوى الجديدة اللي عملها دكتور التقويم طيب وباقي الايام لحد ما عاد الجلسة اللي بعدها يا طرى تكون بعد تلات اسابيع ولا بعد شهر ولا ايه الاخبار باقي المدة دي ايه اللي بيحصل خلاص الانسجة بتبدأ تتأقلم على القوى اللي عملها الدكتور دي من نقطة ومن نقطة تانية القوى اللي بيعملها الدكتور في الاول بتكون عالية شوية وبعدين بتبدأ تقل تدريجيا مع استجابة الانسجة المحيطة بالاسنان فدي نقطة لازم نفهمها كويس جدا ونعرف نميز ما بين الالم اللي ده غير مقبول وغير مرحب به ابدا وبعدين الشد اللي لازم احنا نحس به طيب يا دكتور لو انا ما كنتش بشعر باي حاجة وما كنتش بشعر باي شد من فضلك ضروري جدا تختار دكتور محترف علشان يقدر يعملك التشخيص السليم ويشوف او على الاقل تزور دكتور استشاري عشان تقدر تكون صلتهم وتشوف رأيه هو ايه المشكلة اللي موجودة عنده ليه مفيش حركة في الاسنان طيب هده هي طبيعة المشكلة كانت ايه واحنا بنعليجها ازاي وخطة العلاج والخطوات اللي المفروض ان احنا نمشي عليها كانت عاملة ازاي بس كده اتمنى ان احنا كده تكون ربدينا على موضوع الالم وعرفنا الميز كويس جدا ما بين ألم التقويم وما بين شد التقويم بس كده اكتبوه لأيكم في التعليقات ما تنسوش اللايك والشير وان شاء الله شوفكم على خير باي باي سلام عليكم